خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي معانا واللي كان فيها بشرة سعيدة قالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات خاصة تمت بمقر الحكومة الجديدة في مدينة العالمين الجديدة واكتماع لمتابع تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشهيد والبناء وأسر تكافل وكرامة لمظلة التأمين الصحي كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل جولة فاقدية في مطار برج العرب الدولي لمتابعة أعمال التطوير اللي بتتم فيه تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتير حصلت إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ده كان بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشهيد والبناء وأسر تكافل وكرامة تحت مضلة التأمين الصحي قال المستشار محمد الحموصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع نائش موقف حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشهيد والبناء كذلك الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة تمهيد لضم هذه الفئات تحت مضلة التأمين الصحي ذلك تنفيذ لتكلفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وأوضح الحموصاني إن تم التأكيد خلال الاجتماع على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه إمبارح قام الدكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية في مطار برج العرب الدولي لمتابعة أعمال التطوير وأشار رئيس الوزراء إلى أنها بتأتي بهدف متابعة سير العمل وإجراءات سفر ووصول الركاب بالمطار والوقوف على مدى جاهزية مبنى الركاب الجديد لبدء التشغيل التجريبي له لا فتن إلا أن تشغيل المبنى الجديد للركاب يمثل إضافة جديدة وخطوة جيدة لمنظومة المطارات المصرية نحو تحولها لمنظومة صديقة للبيئة وهو ما يأتي تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة المطارات المصرية في كافة أنحاء الجمهورية ووفقا لأحدث النظم كما أنه بيأتي تماشيا مع أهدف التنمية المستدامة اللي بتتبنها الدولة المصرية واتساقا مع خطوات جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واهتمام بمنطقة الساحل الشمالي الواعدة اللي من المتوقع لها أن تسهم في تحقيق هذا الهدف بشكل كبير وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقاومات طبعية بتجعلها نقطة جذب سياحي عالمي أيضا إمبارح أعقد الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لمتابعة موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع بفضل توفير الغازة الطبيعي كأحد المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج الأسمدة وقال لرئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة موقف صناعة الأسمدة في مصر خاصة في ظل ما شاهدوا هذا القطاع المهم من نقص في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في ظهور سودا في هذا القطاع المتحدث العسكري نشر على صفحة رسمية أمس خبر نعت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة السيدة ابتسامات محمد عبدالله أول ضابطة في الجيش المصري والتي وفتها المنية عن عمر يناهز 97 عاما وكان للفقيدة دور بطولي في حرب فلسطين في عام 48 حيث حملت السلاح وشاركت في عمليات تمريد مصابي العمليات أثناء الحرب بالمستشفى الميداني اللي أعدته مصر داخل مدينة غزة وقدمت القوات المسلحة لأسرتها خالص العزاء دعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم زويها الصبر والسلوان